إنهاء بعثة يونامي حالياً يجري تسليط الضوء عليها من قبل الحكومة من قبل الحكومة شيء يعني إنهاء بعثة استمرت تتعاوننا إياكم لعشرين سنة أكثر من عشرين سنة ومن أطراف أخرى سواء تدعم الحكومة برلمانية سياسية لا شيء آخر تتحدث هي مو قضية فقط انتهاء عمل مع الحكومة ومع العراق ومساعدته لا أكو أشياء أخرى تتعلق بأنه الأمم المتحدة متورطة بالفساد من ضمنها بالأسخار تقف مع جهات سياسية دون أخرى السؤال هنا ليش الآن؟ لماذا في هذه اللحظة؟ نحن نقترب من الانتخابات وعدنا مشاكل أحياناً حتى مشاكل طائفية عندنا مشاكل مرات أمنية عندنا مشاكل أحياناً بحقوق الإنسان عندنا مشاكل ويا الكرد اتحادية وأربيل ليش الآن حالياً؟ عجب سؤال مهم شكراً جزيلاً جلاً بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة الموضوع هو إنهاء ملف السياسي مو الملفات الأخرى ثلاث ملفات الأمم المتحدة والإنسان والقضية هذه رؤية الحكومة ورؤيتها في هذا ما أجدت اعتباطاً هناك دراسة وهناك مشاورة وحديث مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة وبالنتيجة اليوم العراق يمر في مرحلة استقرار وفي مرحلة نضوج سياسي ما عدنا بحاجة إلى البعثة الأمم المتحدة في الجانب السياسي هو ليس استهدافاً ولا إبعاداً وماذا؟ سأخذنا نتحدث ماذا قدمت بعثة الأمم المتحدة خصوصاً في عهد المبعوث الخاص جينيل بلاس خارت مشكلة تدخلت في مسارات سياسية وأصبحت جزء من مشاكل أساسية سياسية سببت إنه احتقانات دورها لم يكن دور إيجابي كان هناك نية باستبدالها طبعاً انتهت مهمتها وكان يفترض أن تأتي شخصية من سلطنة عمان تشوفها وقفت مع جهات على حساب أخرى أنا أعرف أن الجهات التي تشيرها جنابك وقفت مع جهات ضد أخرى لا هي كانت أصدقاء لجهات قريبة من الحكومة كانت تجلس مع السيد عمار الحكيم وتتفاهمها ويطلع السيد مبتهج تجلس مع السيد أبو فدك ويطلع مبتهج الحاج المالكي العامري الجميع كانوا ها بالمناسبة لا يوجد بيان من الأطراف التي ذكرتها حالياً فقط من بيان الحكومة ما حد ما اعترض بالسياسة العراقية فقط الحكومة طبعاً غريب أولاً لا تتدخل أولاً الجلوس بحد ذاته هو ليس معيار هم كانوا موافقين لتقييم الوضع لا كان الحديث معها من قبل حج المالكي من قبل الشيخ الخزعلي من قبل بعض إنه هذا مو عملج عمل خلنا نعرف ما هو عمل منظمة في العراق وما هو الدور المبعوث الخاص للسيد الأمين عام نقرأ شوية بيانات شنو دوره تحب نقرأ بيانات من الجهات رحبة وأثناء شوكت قبل أيام قبل فترة بسيطة يعني مهائل إحاطات الأخيرة بعد أن تغيرت الظروف الموضوعية للواقع السياسي بعد أن اقتربت الكيانات السياسية من بعضها البعض والتحمت في اتلاف إدارة الدولة وشكلت حكومة هادئة ومستقرة وجميع يدعمها بعد أن سيد رئيس الوزراء ذوب الكثير من الاختلافات التي حاصلها ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة تقنيم كردستان واليوم سيد رئيس أقليم كردستان في بغداد وقبلها أيضا يعني هذه هناك حراك سياسي متفائل بي وتصريحات متبادلة جيدة جدا ماكو داعي بعد البحثة تتدخل في الجانب السياسي هسه جانب إنساني جانب حقوقي جانب إذا طلبوا العراق منه هذه تشخيص سيد رئيس الوزراء والحكومة المؤقرة هي من تشخص المصلحة جميل على المستوى الآخر قلنا أنه دور البحثة في التوقيتات الشابقة في المرحلة الشابقة كان شلبيا جيدا أكبر واضحة разработ و